السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم رح يكون الدوال للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثالث نبدأ بحل تمارين فقرة تأكل أوجد قيمة كل دالة فيما يأتي عندما تكون قيمة الدالة أربعة إذا كانت دال سين تساوي سين ناقص ستة نقوم بالتعويض نقول لها دال أربعة نقوم بالتعويض عن السين بأربعة يكون عندي أربعة ناقص ستة أربعة ناقص ستة يساوي سالب أثنين هذا بالنسبة إلى سؤال واحد سؤال اثنين نقوم بالتعويض عن الدال لدال سين يساوي أربعة سين زائد واحد بالقيمة سالب اثنين نقول لها بدل ما نكتب السين نحط مكانها سالب اثنين يكون عندي أربعة ضرب سالب اثنين زائد واحد في ترتيب العمليات نقوم بالضرب أولا ثم الجمع أربعة ضرب سالب اثنين موجب في سالب يعطيني سالب أربعة في اثنين ثمانية زائد واحد الفرق بين العددين هو سبعة ناخد إشارة العدد الأكبر إذن الناتج هو سالب سبعة ننتقل الآن إلى المجموعة التالية أكمل جدول كل دالة فيما يأتي ثم أذكر مجال كل دالة ومداها دعا السين يساوي ثماني ناقص سين نقوم الآن بالتعويض مكان السين بالقيم المعطاء هذه القيم الأربع ثمانية ناقص بما أنه عندي هنا ناقص وعندي قيمة السين بالناقص يتحول إلى وين؟ إلى الموجب موجب ثلاثة أيضا كذلك ثمانية ناقص ناقص واحد زائد واحد ثمانية ناقص هنا عندي اثنين ما فيها ناقص فتبقى كما هي ثمانية ناقص وهنا عندي اربعة الناتج ثمانية زائد ثلاثة احد عشر ثمانية زائد واحد تسعة ثمانية ناقص اثنين ستة ثمانية ناقص اربعة اربعة إذا نقول لي المجال يساوي المجال قيم سين سالب ثلاثة ثم سالب واحد ثنين اربعة المدى يساوي قيم دال سين احد عشر تسعة ستة اربعة هذا بالنسبة الى سؤال ثلاثة ننتقل الان الى سؤال اربعة نقوم بالتعويض عن كل سين هي القيم المعطى هذا عندي اربع قيم نعوض خمسة ضرب سين خمسة ضرب سالب اثنين زائد واحد خمسة ضرب صفر زائد واحد خمسة ضرب واحد زائد واحد خمسة ضرب ثلاثة زائد واحد نقوم اولا بالضرب ثم الجمع مع الواحد خمسة ضرب سالب اثنين سالب عشرة زائد واحد يساوي سالب تسعة نضرب خمسة ضرب صفر صفر زائد واحد واحد خمسة ضرب واحد خمسة زائد واحد ستة خمسة ضرب ثلاثة خمسة زائد واحد ستة نقوم الان بإيجاد المجال المجال قيم سين سالب 2 0 1 3 المدى قيم دال سين النواتج اللي طلعت عندنا سالب 9 1 6 16 ننتقل الآن إلى سؤال 5 دال سين تساوي 30 ناقص 2 يعني 3 ضرب سين ناقص 2 فبيكون عندي 3 ضرب سالب 5 ناقص 2 3 ضرب سالب 2 ناقص 2 3 ضرب 2 ناقص 2 3 ضرب 5 ناقص 2 نبدأ أولا بالضرب ثم الطرح 3 ضرب سالب 5 سالب 15 مع سالب 2 سالب 17 2 ضرب سالب 2 3 ضرب سالب 2 سالب 6 مع سالب 2 سالب 8 3 في 2 6 ناقص 2 4 3 في 5 15 ناقص 2 13 بعد ذلك نوجد المجال المجال قيم سين وهي سالب 5 سالب 2 2 5 المدى يساوي سالب 17 قيم دال سين سالب 8 4 13 هذا بالنسبة إلى الأسئلة من 3 إلى 5 ننتقل الآن إلى السؤال التالي تسير سيارة بسرعة 88 كيلو متر في الساعة على طريق عام اكتب دالة تمثل المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة في نون ساعة ما المسافة التي تقطعها السيارة في 5 ساعات إذا صارت بالمعدل نفسها المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن عندي طبعا السرعة تساوي 88 الزمن 5 ساعات نقوم الآن بضرب خمسة ضرب 88 خمسة في ثمانية أربعين خمسة في ثمانية أربعين مع أربع باليد أربع وأربعين إذن الناتج أربعمائة وأربعين كيلو متر إذن هذه هي المسافة في خمس ساعات ننتقل الآن إلى المجموعة التالية أوجد قيمة كل دالة فيما يأتي سؤال سبعة دال سين تساوي خمسة سين نقول له على طول دال سبعة نعوض بالسبعة مكان السين يعني خمسة ضرب سبعة يساوي خمسة وثلاثين سؤال ثمانية دال تسعة نقوم بالتعويض مكان السين بالتسعة نقول له تسعة زائد ثلاثة يساوي اثنين وعشرين سؤال تسعة دال أربعة نعوض مكان السين بالأربعة نقول له هذه هي ثلاثة ضرب أربعة ناقص واحد نضرب أولا ثم نطرح ثلاثة في أربعة اثناش ناقص واحد يساوي احداش سؤال عشرة عندي دال خمسة يساوي نعوض مكان السين بخمسة اثنين ضرب خمسة زائد خمسة نضرب أولا ثم نجمع اثنين في خمسة عشرة زائد خمسة خمسة ننتقل الآن إلى السؤال الحادي عشر عندي دال سالب خمسة نعوض مكان السين بسالب خمسة أربعة ضرب سالب خمسة ناقص واحد نضرب أولا ثم نطرح أربعة ضرب سالب خمسة سالب عشرين مع سالب واحد يعطيني سالب واحد وعشرين السؤال الثاني عشر نعوض مكان السين بدال سالب اطنعش نعوض مكان السين بسالب اطنعش اثنين ضرب سالب اطنعش زائد خمسة نضرب أولا اثنين ضرب سالب اطنعش يساوي سالب اربعة وعشرين زائد خمسة بيكون الفرق بينهما سالب تسعة هذا بالنسبة الى الاسئلة من سبعة الى اطنعش ننتقل الان الى المجموعة التالية اكمل جدول كل دالة فيما يأتي ثم اذكر مجال كل دالة ومداها دال سين تساوي ستة سين ناقص اربعة يعني ستة ضرب سين ناقص اربعة ستة ضرب سالب خمسة ناقص اربعة ستة ضرب سالب واحد ناقص اربعة ستة ضرب اثنين ناقص اربعة ستة ضرب سبعة ناقص اربعة نضرب اولا ثم نطرح ستة ضرب سالب خمسة سالب ثلاثين مع سالب أربعة سالب أربعة وثلاثين ستة ضرب سالب واحد سالب ستة مع سالب أربعة سالب عشرة ستة ضرب اثنين اطنعش ناقص أربعة يساوي ثمانية ستة ضرب سبعة يساوي ثنين واربعين ناقص أربعة ثمانية وثلاثين المجال يساوي قيم السين سالب خمسة سالب واحد اثنين سبعة المدى للبيانات هي دالسين سالب أربعة وثلاثين سالب عشرة ثمانية ثمانية وثلاثين السؤال الرابع عشر دالسين تساوي خمسة ناقص اثنين سين نقول له خمسة ناقص اثنين ضرب سالب اثنين ثم نقول له خمسة ناقص اثنين ضرب صفر خمسة ناقص اثنين ضرب ثلاثة خمسة ناقص اثنين ضرب خمسة نضرب أولا ثم نجمع مع الخمسة سالب 2 في سالب 2 موجب أربعة زائد خمسة يساوي كم تسعة سالب 2 ضرب صفر صفر زائد خمسة خمسة سالب 2 ضرب ثلاثة يساوي سالب ستة زائد خمسة سالب واحد سالب 2 ضرب خمسة سالب عشرة زائد خمسة سالب خمسة إذن المجال يساوي قيم السين سالب 2 صفر ثلاثة خمسة المدى يساوي تسعة خمسة سالب واحد سالب خمسة السؤال الخامس عشر دال سين تساوي سبعة زائد ثلاثة سين ناخد سبعة زائد ثلاثة ضرب سالب ثلاثة ثم نقول له سبعة زائد ثلاثة ضرب سالب اثنين نقول له سبعة زائد ثلاثة ضرب واحد سبعة زائد ثلاثة ضرب ستة نضرب أولا ثم نجمع مع السبعة ثلاثة موجب ثلاثة ضرب سالب ثلاثة يعطيني سالب تسعة مع زائد سبعة يساوي سالب اثنين ثلاثة ضرب سالب اثنين يعطيني سالب ستة زائد سبعة ناتج واحد ثلاثة ضرب واحد ثلاثة زائد سبعة يساوي عشر ثلاثة ضرب ستة ثمنتعش زائد سبعة يساوي خمسة وعشرين إذن المجال قيم سين سالب ثلاثة سالب اثنين واحد ستة المدى دال سين سالب اثنين واحد عشرة خمسة وعشرين هذا بالنسبة إلى الأسئلة من ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ننتقل الآن إلى المجموعة التالية أيضا بنفس الطريقة أكمل جدول كل دالة فيما يأتي ثم أذكر مجال كل دالة ومداها دال سين تساوي سين ناقص تسعة السين هنا عندي نعوض مكان السين مباشرة بقيم السين الأربع في الجدول سالب اثنين سالب تسعة سالب واحد سالب تسعة سبعة ناقص تسعة اطنعش ناقص تسعة نشوف الناتج الآن سالب اثنين مع سالب تسعة سالب احداش سالب واحد مع سالب تسعة سالب عشرة سبعة ناقص تسعة سالب اثنين اطنعش ناقص تسعة ثلاثة المجال سالب اثنين قيم السين سالب واحد سبعة اطنعاش المدى دال سين سالب احد عشر سالب عشر سالب اثنين ثلاثة السؤال السابع عشر دال سين يساوي السين او سين ضرب سبعة او سبعة ضرب سين سبعة ضرب سالب خمسة سبعة ضرب سالب ثلاثة سبعة ضرب اثنين سبعة ضرب ستة سبعة ضرب سالب خمسة سالب خمسة وثلاثين سبعة ضرب سالب ثلاثة سالب 21 7 ضرب 2 14 7 ضرب 6 42 المجال يساوي قيم السين سالب 5 سالب 3 2 6 المدى قيم دالسين سالب 35 سالب 21 14 42 السؤال الثامن عشر 4 سين زائد 3 نعوض مكان السين بسالب 4 أولا 4 ضرب سالب 4 زائد 3 4 ضرب سالب 2 زائد 3 4 ضرب ثلاثة زائد ثلاثة 4 ضرب 5 زائد ثلاثة نضرب أولا ثم نجمع 4 ضرب سالب 4 سالب 16 زائد ثلاثة يساوي سالب 13 4 ضرب سالب 2 سالب 8 زائد ثلاثة سالب 5 4 ضرب 3 12 زائد ثلاثة 15 4 ضرب 25 زائد ثلاثة 23 المجال قيم سين سالب 4 سالب 2 ثلاثة 5 المدى دال سين سالب 13 سالب 5 15 23 هذا بالنسبة إلى الأسئلة من 16 إلى 18 ننتقل الآن إلى السؤال التالي أوجد قيمة كل دالة فيما يأتي دال 5 على 6 إذا كان دال سين يساوي 2 سين زائد ثلاثة نعوض الآن ب5 على 6 مكان السين 2 مضروبة في 5 على 6 زائد 1 على 3 نقوم بضرب الاثنين في الخمسة يعطين 10 على 6 زائد 1 على 3 نوحد المقامات الضرب في 2 للكسر الثاني يصبح لدينا 10 على 6 زائد 1 ضرب 2 2 على 6 الآن بيمكن يجمع البسط مع البسط 10 زائد 2 12 قسمة 6 المقام لا يتغير يساوي 2 سؤال 20 نعوض مكان السين ب5 على 8 5 على 8 نقول لي 4 مكان السين 5 على 8 1 على 4 الآن فقط نضرب الاربعة في الخمسة 20 على 8 نقص 1 على 4 نوحد المقامات بضرب الكسر الثاني في اثنين كما في السؤال التاسع عشر 20 على 8 ناقص 1 ضرب 2 2 على 8 نطرح الآن 20 ناقص 2 18 على 8 نقوم بعملية التبسيط على 2 9 وهنا بيكون كم أربعة كم أربعة في التسعة فيها اثنين ويبقى واحد على كم أربعة 9 قسمة أربعة يعطيني اثنين وربع وبإمكاني أخليها 9 على أربعة بتكون الإجابة إجابة صحيحة ننتقل الآن إلى سؤال 21 قطع عمر بدراجته مسافة 20 كيلو متر بعد ساعة واحدة من بدء الحركة يعني هذه مضافة إذا استمر بسرعة معدلها 13 كيلو متر في الساعة فكم ساعة يحتاجها لقطع مسافة 111 كيلو متر طبعا هنا سؤال 21 نقول له المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن إذن هو المسافة التي قطعها نقول له بهذا الشكل المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن في البداية طبعا نقول له المسافة هي كم أعطانيها 111 وعندي طبعا السرعة هذه طبعا زائد المسافة الابتدائية اللي قطعها زائد المسافة الابتدائية فهنا بيكون عندي السرعة السرعة كم تساوي أعطانيها 13 لكل ساعة نقول له 13 زا رمزنا إلى الساعات بزا إذا هو قطع المسافة المسافة الابتدائية قبل البدء بالحركة من بدء حركته هو قطع كم 20 بهذا الشكل فهنا طبعا هذه معادلة من ذات الخطوتين نتخلص من السالب 20 بإضافة سالب 20 للطرفين هنا بصير عندي 91 يساوي 13 زا هذا بيروح مع هذا قسم الطرفين على 13 إذن بيكون الزمن يساوي 91 قسمة قسمة 13 يساوي 7 إذن بيكون الزمن 7 ساعات ننتقل الآن إلى سؤال 22 قياس محيط المربع يساوي أربعة أمثال طول ظلعه أكتب دالة تمثل محيط المربع ميمحا الذي طول ظلعه لام ثم أوجد طول ظلع مربع محيطه 7 سانتي إذا كان المربع أطوال أضلعه متساوية والمحيط يساوي مجموع أطوال الأضلع يعني أربعة لام إذا كان المحيط يساوي سبعة أوجد طول الظلع اللام طول الظلع هو لام إذا كان المحيط سبعة وهنا عندي أربعة لام نقسم الطرفين على أربعة إذا نقول له لام يساوي بالقسمة المطولة سبعة على أربعة سبعة على أربعة فيها واحد واحد ضرب أربعة أربعة نطرح ثلاثة الثلاثة طبعا لا يمكن تقسيمه على الأربعة نضيف إليه صفر وهنا بيكون فاصلة ثلاثين كم أربعة فيها فيها سبعة سبعة في أربعة ثمانية وعشرين ثلاثين ناقص ثمانية وعشرين اثنين نضيف صفر عشرين قسمة أربعة كم؟ خمسة خمسة في أربعة عشرين إذن بيكون طول الضلع الواحد واحد فاصلة خمسة وسبعين سانتي متر إذا ضربنا هذا العدد في أربعة الأربعة الأضلاء يعطيني كم محيط هذا المربع وهو سبعة سانتي ننتقل لسؤال ثلاثة وعشرين يبين الجدول المجاور ضغط الماء الذي يواجهه الغواص على أعماق مختلفة اكتب دالة تمثل الضغط ضاء مقابل العمق عين متر ما مقدار الضغط عند العمق مئة وخمسة وسبعين قدر الجواب إلى أقرب جوز من مئة طبعا عندي الضغط عند العمق يساوي بهذه المعادلة تسعة واربعين ضرب ضرب عين طبعا العين تمثل العمق الذي يصل إليه الغواص مقسوما على مئة وعشرة زائد الضغط عند السطح زائد قيمة الضغط عند وين السطح الضغط عند السطح هذا هو بيكون هذه القيمة إذا نقول له يساوي تسعة واربعين ضرب قال لي العمق مئة وخمسة وسبعين على مئة وعشرة زائد الضغط عنده السطح يعني إذا كان صفر زائد أرباط عش فاصلة سبع طبعا نقوم بعملية الضرب ضرب تسعة واربعين ضرب مئة وخمسة وسبعين ثم نقوم بالقسمة على مئة وعشرة ثم نضيف القيمة أرباط عش فاصلة سبع حين الضرب تسعة واربعين ضرب مئة وخمسة وسبعين يساوي ثماني آلاف ثماني آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعين قسمة قسمة مئة وعشرة طبعا هنا زائد أرباط عش فاصلة سبع إذا قسمنا هذا المقدار بيكون عندي يطلع الناتج التقريب سبعة وسبعين فاصلة هو يبغى بالمئة فاصلة خمسة وتسعين ثم نضيف له زائد أرباط عش فاصلة سبعة يساوي اثنين وتسعين فاصلة خمسة وستين طبعا الوحدة هي هذه هي نيوتن لكل بوصة مربعة نيوتن لكل بوصة مربعة هذا بالنسبة إلى سؤال ثلاثة وعشرين ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة تدريب على اختبار تمثل تكلفة الكلية جيم التي ينفقها سعد ثمنا للتداكر التي يشتريها من مدينة الألعاب بالمعادلة جيم يساوي ستة ونص تا التا طبعا هذه هي تا واحد اثنين ثلاثة اربعة وكذلك في الباو جيم ودال أي الجداول هذه تحوي فيما يتي تحقق المعادلة قيما تحقق هذه المعادلة التذكرة الواحدة بكم بستة ريال وخمسين هللة تذكرتين بكم راح تكون إذا كان التذكرة بستة ونص تذكرتين بيكون بكم بثلات عشر هدي التذكرتين ثلات عشر هنا في عندي اطناعش عندي التذكرتين بثلات عشر عندي التذكرتين بثمانية ونص إذن صحيح هذه ألف وكذلك ثلاث تذاكر نضيف على الثلات عشر ستة ونص للتأكيد يطلع عندي تساطع ونص نضيف ستة ونص على تساطع ونص يعطيني ستة وعشر إذن الإجابة الصحيحة هي ألف سؤال ثمانية وعشرين اشترت هند شريحة بيانات بمبلغ خمسة وعشرين ريال إذا كانت تكلفة كل ميجا بايت هو خمسة وتسعين هلل فأي الجداول آتية يعطي الشكل أفضل تمثيل لما تبقى من الرصيد في الشريحة بعد استهلاك ميم ميجا بايت فعندي إذا استهلكنا الواحد كم يبقى طبعا هو عندك خمسة وعشرين إذا استهلكنا الميجا وميجا واحدة كم يبقى قال هو يستهلك بكم بخمسة وتسعين هل لا يعني لازم يبقى كم آه أربعة وعشرين يبقى عندي أربعة وعشرين فاصلة خمسة أربعة وعشرين فاصلة خمسة لأنه راح يستهلك كم خمسة وعشرين فهذا غير صحيح لأنه تبقى كم هنا اللي نصرف تسعين هللة فقط فهذا خاطئ أكيد هنا عندي يعطني ثنين ميجا يعني ثنين ميجا خمسة وتسعين ضرب ثنين خمسة وتسعين ضرب ثنين خمسة في اثنين عشرة خمسة بتسع ثمانطاش تساطاش واحد باليد واحد وتسعين ريال وتسعين هللة يتبقى فإنت إذا صرفت اثنين جيجا اثنين جيجا والجيجا الواحدة بالخمسة وتسعين هللة يعني يروح كم من عندك ريال وتسعين هللة ويتبقى ثلاثة وعشرين فهذا صحيح تكلم فقر جيم إلا الآن صحيح إذا ضربنا أيضا في أربعة كم يروح إذا ضربنا في أربعة أربعة في خمسة وتسعين خلنا نشوف أربعة في خمسة عشرين أربعة في تسعة ستة وثلاثين مع اثنين باليد ثمانية وثلاثين فراح يروح ثلاثة ريال وثمانين هللة شوف يتبقى هذا هو واحد وعشرين خمسة وعشرين ناقص ثلاثة فاصلة ثمانين يعطيني واحد وعشرين إذا الإجابة هي جيم إذا نبغى نتأكد من الخمسة نضرب الخمسة في الخمسة وتسعين بهذا الشكل طبعا للتأكد بس هذا للخمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرين خمسة في تسعة خمسة واربعين واثنين سبعة واربعين وننزل إلى أربعة خمسة وعشرين ناقص أربعة فاصلة خمسة وسبعين يبقى عشرين فاصلة خمسة وعشرين إذن الإجابة الصحيحة هي وين جيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته